كثيرة هي العوامل التي أبعلت البرلمان عن دوره الرقابي والتشريعي المناكفات السياسية واحدة من الزوايا التي أثرت على عمل المجلس النيابي لم يعقد البرلمان سوى جلسة واحدة انتخب فيها رئيس البرلمان ونائبيه ومنذ انتهاء الانتخابات وحتى الساعة الأزمات السياسية في تصاعد مستمرة هذا الدور للأسف الشديد نراه على أرض الواقع معطل نراه قد تخللت المهاترات والمخلافات السياسية وابتعد كثيرا عن دوره في تحقيق ما آل إليه أو ما تمناه الشعب منه وما عليه ذهب الانتخابة اليوم البرلمان العراقي عبارة عن سجالات بين الكتل عبارة عن خلافات عبارة عن تقاطعات عطل المشروع الإصلاحي من جهة عطل المشروع الرقابي من جهة لذلك اليوم آفات الفساد تنخر الجسد العراقي بدون رقيب وبدون حسيب مهام كبيرة أمام البرلمان الحالي الذي يتوجب عليه استئناف عمله والمضي نحو التشريع والرقابة فهناك مشروع قانون الموازنة الاتحادية الذي يحتاج للتدقيق من قبل اللجنة المالية النيابية أما اللجانة فلا زال أمرها معلقة ولم يحسم حتى الساعة نتطلع إلى الأيام القادمة بأن يكون هناك إجراء أو حسم مبدئي للموازنة الاتحادية لأنها لا ترتبط بالحكومة الجديدة باعتبار من أعد مسودة الموازنة هي حكومة السيد الكاظمي بمعنى الحكومة السابقة لذلك نتمنى انفراج اقتصادي في الأيام القادمة قرابة خمسة أشهر من تاريخ الانتخابات المبكرة الأخيرة ولم يحسم ملف الرئاسات ولا حتى اللجان النيابية حتى بدأت هذه الانتخابات تفقد معناها الاسم كمبكرة لحل الأزمات من بغداد محمد فراس قناة التغيير